أطلب اتخاذ القرارات بعدم التعامل باليورو والدولار وأيضا الغاز الروسي الذي يصل إلى الدول غير الصديقة تحويله إلى الروبل أي التخلي عن التعامل بالدولار وبتلك العمل غير الموثوق به والآن أصبح يعرف كل إنسان بأنه الدولار غير موثوق به وغير مضمون وأنا لا نتحدث ولا نغوص في تفاصيل هذا الموضوع لكن من الواضح أنه في هذه الصلة إيصال بضائعنا وسلعنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أوروبا والحصول على مقابل ذلك بالعملة اليورو والدولار هذا أمر لا معنى له